بعد أن تم الكشف عن سر التنانين لآي كاريس يكافح توم من أجل الارتقاء إلى مستوى إرثه باعتباره حفيدة حازقة ويكتشف الفريق عالما عملاقا جديدا يغير وجهة نظرهم عندما يلتقون بأكبر التنانين ويستهدف باز سو ثاندر بمؤامرة شريرة والتي تعرض حياة التنين للخطر اليوم سنلخص قصة مسلسل تنانين العوالم التسعة الموسم السادس مع علم الجميع في آي كاريس بسر التنانين يعمل الفريق الآن على إبقاء التنانين تحت السيطرة أصبح توم مشهورا باسم هامس التنانين ويعتقد يوجين أن توم أصبح كلب صيد المجد بسبب شهرته الجديدة يعترف توم لأمه بأنه غارق في احتواء التنانين وإدارتها تقترح أوليفيا أن يسمح لأصدقائه بالمساعدة لكن توم يشير إلى أنه الأكثر ارتباطا بالتنانين والذي أثبت أنه على حق عندما يطلب الآباء مساعدته في عدة مشاكل تلاحظ جون الضغط الذي يتعرض له توم وتعقد اجتماعا بدونه لمناقشة الأمر ولكن يجدهم توم ومع ذلك توقفت مناقشتهم عندما تقول أوليفيا أن العشرات من التنانين يأتون من الشق ويسببون الفوضى يقرر توم التحقيق في سبب خروج التنانين بينما يبقى الفريق لمنع التنانين من مغادرة آي كاريس يجد توم كهفا يؤدي إلى منطقة جديدة في عالم الطبيعة لكن الثناء تعرضا فجأة لهجوم من قبل تنين ديدلي نادر هائج بالعودة إلى آي كاريس يصطاد الفريق أكبر عدد ممكن من التنانين ويحتجزونهم في مستوصف آي كاريس في هذه الأثناء تمكن توم وثاندر من الاختباء من التنين الغاضب ثم اكتشفا أن هياجه هو السبب وراء فرار التنانين إلى آي كاريس معتقدا أن التنين عدواني للغاية لأن بازسو حاول استياده يحاول ترويضه ومع ذلك فشلت محاولات توم عندما ظهر اثنان آخران مما جعل الأول عدوانيا مرة أخرى ثم قام الثلاثة بمهاجمتهم بالعودة إلى آي كاريس يكافح الفريق للحصول على فرصة لإثبات قدرتهم على التعامل مع الأمور مثل توم تعرف جون من كتاب التنانين أن التنانين تخاف من الثعابين يكتشف توم أن ثاندر أصيب بشوكة في كتفه ومع ذلك يشجعه ثاندر ويتمكن من سحبها عندما هاجمهم ديدلي نادر يبدأ ثاندر في محاربة التنانين يأتي توم لمساعدته ويستخدم سيفه للقتال جنبا إلى جنب مع تنينه ولكن عندما يحاصر توم أحد أفراد عائلة ديدلي نادر يطلق ثاندر العنانة لعرض قوي لقوته البرقية ويجعل أفراد عائلة ديدلي نادر يخضعون ويتركونهم وشأنهم ولكن قبل أن يعودوا إلى المنزل اكتشفوا أن السبب الحقيقي وراء غضب ديدلي نادر هو أن شخصا ما نهب عيشهم ويلقي توم اللوم على باززو يحضر يوجين صندوقا فيه ثعابين مطاطية يضعون الثعابين المطاطية حول المدينة ويخيف ذلك التنانين ويعود إلى العالم المخفي الأمر الذي نال أخيرا الثناء من الناس لاحقا يعتذر توم عن محاولته القيامة بكل شيء بنفسه في هذه الأثناء تلتقي ليندا سرا مع سليدكين لنكتشف أن سليدكين هي من داهمت عش ديدلي نادر يغادر الآباء لقضاء ليلة خارج آي كارس ويخبرونهم بعدم الدخول للمختبرات وعدم السماح للتنانين بالصعود إلى السطح يعهد فيليب بشكل خاص إلى دي أنجلو ليكون مسؤولا ويكون صوت العقل أثناء غيابهم بعد مغادرة الآباء يحاول يوجين إقامة حفلة وإحضار التنانين ولكن يعترض دي أنجلو جون وأليكس يقفان إلى جانب يوجين وينحاز توم إلى دي أنجلو ويتركون الآخرين في حفلتهم لكن توم غير قادر على مقاومة المرحل فترة طويلة وينضم إليهم يوبخهم دي أنجلو لخيانة ثقة آبائهم لسوء الحظ تحاول التنانين اللعب مع خروف آي كارس ومطاردته في الحظيرة يحاول يوجين إغلاق الحظيرة لكنه يقوم بتنشيط القفل عن طريق الخطأ ويحبس هو ودي أنجلو وتنانينهم بالداخل أليكس غير قادرة على تهكير الباب لأن التابلت في سرج فيذرز تحاول إرشادهم حول كيفية استخدامه لفتح الباب لكن يوجين يحاول العبث ويقوم بتنشيط تطبيق التدمير الذاتي للتابلت يحاول يوجين فتح الباب عن طريق العبث بأسلاك التحكم تذكر دي أنجلو أن والده يحتفظ بمفتاح احتياطي في حذائه يحصل الآخرون على المفتاح وترسله جون مقيدا حول رقبة تيربل تيرر عن طريق فتحة التهوية يخرج تيربل تيرر من المكان الخطأ ويبدأ في العبث بأجهزة التحكم مما يتسبب في خروج الطائرات بدون طيار الموجودة في الحظيرة عن السيطرة يكشف دي أنجلو أن انذار الحريق يعطل الإغلاق تلقائيا قام ويبماستر بإشعال النار لقد هربوا أخيرا لكن أدرك دي أنجلو أن تيربل تيرر موجود في غرفة التحكم تأتي لدي أنجلو رسالة نصية من والده إنه بسبب انذار الحريق قرر الآباء العودة بينما يقوم الآخرون بإغلاق الطائرات بدون طيار يحاول يوجين القبض على تيربل تيرر ويعود الآباء بعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة ويذهب فيليب إلى غرفة التحكم يكتشف دي أنجلو أن والده قادم ويقرر مواجهة العواقب لكن يوجين يشتت انتباهه بالاعتراف بأنه أطلق إنذار الحريق يعود فيليب إلى المنزل معتقدا أن يوجين كان مسؤولا عن الإنذار الكاذب ويعترف يوجين بأنه كان يجب أن يستمع إلى دي أنجلو في عالم الطبيعة تقنع سليدكن جون بالسماح لها بالتقاط صور لكل شيء من حولها على الرغم من اعتراضات دي أنجلو كما تقودها إلى دراجون سايد عندما يعثرون على قطعة من الأحجار ويرون بعض تيربل تيررز يسخنها توثق سليدكن رد فعل الأحجار بدقة على الرغم من أن جون متحمسة إلا أن دي أنجلو قلق بشأن مدى اهتمام سليدكن بالتفاعل بين التنانين والأحجار تجد أليكس في جهاز الكمبيوتر الخاص بسليدكن رسالة من سليدكن إلى ليندا ويكتشفون أن سليدكن هي التي سرقت الأحجار من عش ديدلي نادر عندما تعود مجموعة جون إلى آيكاريس وتغادر سليدكن يخبرون جون بكل ما وجدوه في كمبيوتر سليدكن وأن توم كان على حق بشأن استرلال سليدكن لجون ومع ذلك فإن جون غاضبة لأن توم ذهب وراء ظهرها وتوم غير قادر على إثبات ادعاءاته لأن يوجين وضع كاميرته بطريقة خاطئة ولم يلتقط الصورة عندما تسيء تفسير ما قاله توم عن عدم حاجة سليدكن لها أنكرت ادعاءه واعتقدت أن سليدكن معجبة بالفعل بمعرفتها في الليل عندما ترفض جون الرد على هاتفها يتوجه الفريق إلى قبتها وينبهونها إلى أن شيئا ما يتسبب في تصرف التنانين بغرابة وعندما ذهب الفريق لتهدئتهم تعود التنانين فجأة إلى وضعها الطبيعي اكتشفت المجموعة أن ليندا تتسلل إلى آي كاريس ويشير ثاندر إلى أن مصدر ما أزعجهم موجود داخل المختبر تتسلل المجموعة إلى داخل المختبر ويجدون تيرور منهكا محتجزا في أنبوب مع أحجار دراجون سايت ثم يرون ليندا وسليدكن يجرون تجارب قاسية باستخدام التيرور الذي تم الاستيلاء عليه وتشغيل صراخ سكاتل كلو من هاتف سليدكن الذي التقطته أثناء وجودها في عالم الطبيعة لإثارة التيرور في قذف النار على الأحجار يدرك توم أن تسجيل سكاتل كلو كان السبب وراء انزعاج التنانين في وقت سابق وتعترف جون مع الندم بأنها أظهرت لسليدكن كل ما احتاجته لاستخدامه لإجراء تجاربها وأن توم كان على حق بشأن استخدامها طوال الوقت ومع ذلك يحث توم جون على عدم الاستسلام ويشجعها على مساعدتهم في إنقاذ التنانين التي تم أسرها لكن سليدكن تمكنت من العثور عليهم لكن يوجين يصرف انتباهها برمي العلكة الحامضة عليها مما يسمح لهم بالوصول إلى تيربل تيرر وتحريرهم يحاول تيربل تيرر الفرار عند رؤية سليدكن ويسقطون هاتفها من يديها عن طريق الخطأ ويقومون بتنشيط تسجيل سكاتل كلو مما يجعلهم في حالة جنون أثناء الفوضى يتم تدمير الهاتف لكن تيربل تيرر لا يهدأ ويطير خارج المختبر تحبس سليدكن الأطفال في المختبر وتحاول مطاردة تيربل تيرر لكن أليكس تمكنت من فتح الباب وبمجرد خروجهم يرون ليندا تنطلق في شاحنة بداخلها قفص يلاحقها الفريق ويقبض عليها لكنهم يكتشفون أنها كانت مجرد خدعة لإلهائهم تقوم سليدكن بمحاصرة تيربل تيرر لكن الفريق يعود ويتدخل لكن سليدكن تعلن أنها ستفعل كل ما يلزم لتحقيق أهدافها بما في ذلك استخدام التنانين كيفما تشاء يرفض فرسان التنانين التراجع لكن ماي تصل للتحقيق في الضجة تطالب سليدكن على الفور بمعاقبة الأطفال لتسلولهم إلى مختبرها وإطلاف المعدات لكن جون تقول أن سليدكن تجري تجارب قاسية على التنانين توبخها ماي بسبب قيامها بتجارب غير مصرح بها على التنانين ثم تطلب من الفريق إعادة التنانين بينما يمرح الفريق في عالم الجليد ويتناقشون من أكثرهم ارتباطا بتنينه يختفي ويبماستر يجد يوجين بسرعة ويبماستر ويقودهم إلى عالم مليء بالنباتات والمخلوقات العملاقة تفكر المجموعة في الاستكشاف من الجو لكنهم يعيدون النظر عندما يرون تنين عملاقا يحلق فوقهم أثناء الاستكشاف تم مهاجمتهم من قبل ثلاث من ديث كريبرز أثناء الهجوم تعرض ويب للأسعة من قبل زعيم ديث كريبر أثناء محاولته حماية يوجين ويبدو أنه يغادر معهم بمحض إرادته وعد الآخرون يوجين بمساعدته في استعادة تنينه عندما يتتبعون ديث كريبرز إلى الكهف يأمر توم ثاندر بصاق المدخل لإخراج ديث كريبرز حتى يتمكن يوجين من التسلل إلى الكهف وإنقاذ ويب يكافح الآخرون لصد ديث كريبرز ولا يمكنهم الطيران بسبب التنين العملاق الذي يحلق فوقهم يجد يوجين ويبماستر لكن التنين يتعامل معه بعدوانية ولا يبدو أنه يتعرف عليه ثم يحبسه بشباكه يدرك توم من كتاب التنانين أن يوجين في خطر ويقرر توم إنقاذ يوجين في هذه الأثناء يعود ديث كريبرز ويحاولون أكل يوجين الأسير لكن توم وثاندر تمكن من إنقاذه ويؤكد أن سمى ديث كريبر يضع التنانين تحت نوع من التحكم بالعقل يرفض يوجين ترك تنينه خلفه ويحاول الوصول إليه بينما يصرف توم وثاندر انتباه ديث كريبرز ومع ذلك يبقى أحد ديث كريبرز في الخلف ويهاجم يوجين جنبا إلى جنب مع ويب ماستر الذي يتم التحكم فيه عندما يحاصر يوجين يتوسل بصدق إلى ويب أن يسمعه ولن يتركه مهما حدث مناشدات يوجين تخرج ويب من تأثير السم ويقاتل ديث كريبر لحماية يوجين يهزم ويب ديث كريبر بلسعه بذيله ويهرب من الكهف مع يوجين الآخرون باستثناء أليكس محاصرون من قبل ديث كريبرز المتبقين وعلى الرغم من وصول يوجين وويب ماستر للمساعدة فقد وصلت التنانين للحد الأقصى من إطلاق النار ولكن قبل أن يتمكن اثنان من ديث كريبرز من مهاجمتهم تقوم أليكس وفيذرز باستخدام الصراخ الصوتي بإخافة ديث كريبرز في السماء حيث يأكلهم التنين العملاق على الفور يعود الجميع إلى عالم الجليد ويلاحظون العلاقة الحقيقية بين يوجين وويب ماستر في محطة آيكاريس سمع ماي تمنع الدكتور سليدكين من تعدين موقع دراجون سايت الأمر الذي أثار إحباطها وفرحة الفريق بعد بضعة أيام يعثر دي أنجلو على كاورن كراشر مصابا بحروق ويتمكن من علاجها يجد توم بعد ذلك أن الصخرة المتفجرة لها رائحة المتفجرات البشرية ويكتشف أن دراجون سايت أتسرقت وعند مواجهة سليدكين تدعي أنها لم تغادر قبتها وتدعم لقطات كاميرا الأمنية تدعاءها بينما يقومون بمراقبة سليدكين وليندا حصل انفجار في منجم دراجون سايت قرروا الذهاب للمشتبه به التالي باز سو وعندما يواجهونه ينفي باز سو التسبب في حدوث انفجار تم تأكيد براءته عندما حصل انفجار آخر تتحرك المجموعة نحو الانفجار وعندما يصلون يجدون سليدكين وليندا في الكهف وهم يقومون بإعداد تفجير آخر يتصارع توم مع سليدكين من أجل المفجر ولكن يتم تفعيله عن طريق الخطأ مما يؤدي إلى دفن الأطفال وتنانينهم تحت الأنقاض تشعر سليدكين بالرعب مما حدث وتحاول تحريك الصخور ولكن عندما لا تتمكن هي وليندا من نقل الحطام تنكر مسؤوليتها وتغادر يبذلون قصار جهدهم لتحريك الصخور ومع ذلك فإن محاولاتهم لتحريك الصخور تفشل شق لهم كافرين كراشر طريقا للخروج لسداد لطف ديانجلو وعندما عادوا إلى المنزل يواجهون جميعا سليدكين كار أنها تركت قبتها كشفت ليندا عن غير قصد للجميع عن ممر سري أسفل بساطها والذي استخدمته سليدكين دون أن ترى وهي تغادر قبتها ومع ذلك سليدكين تهرب في شاحنة تؤكد أوليفيا لتوم أن سليدكين ستحتفظ بالسر لأنها تريد أن تحصل على كل الفضل في العثور على دراجون سايت ويعرف الفريق من أوليفيا أن موقع دراجون سايت لديه القدرة على إنتاج الأكسجين أدرك ديانجلو أن موقع دراجون سايت هو أحد الأسباب التي تجعل العالم المخفية قادرا على سكن التنانين وجميع أشكال الحياة الأخرى وأن استخراجه يمكن أن تجعلها غير صالحة للسكن ثم يتعهد الفريق بمنع سليدكين من استخراج المزيد من موقع دراجون سايت يأتي لألكس تنبيهات استشعار في عالم الطبيعة ويتوجه الفريق لمواجهة بازسو وجدوا هوبغوبلر أسيرا في العراء وأثناء محاولتهم تحريره تعرضوا لكمين بواسطة سهام بازسو يصاب ثاندر بسهم ويكشف بازسو أن السهم مسموم وأن لديه الترياق ويطالب بكتاب التنانين مقابلة ويمنحه بازسو حتى غروب الشمس لتبادل كتاب التنين معه وحده في عالم الجليد يحاول الفريق في مستوصف آيكاريس علاج ثاندر ولكن للأسف لا يعمل مضاد السموم وتزداد حالة ثاندر سوءا ولا يحتوي الكتاب على إجابة للسم يدرك ديانجلو أن هوبغوبلر لديه مناعة ضد السم ويتعلم من الكتاب أن المناعة تأتي من الزهور التي يأكلها وتلك الزهور يمكن استخدامها لعلاج ثاندر يتمكن ديانجلو من إحضار الزهور ومع ذلك تفشل الزهور في العمل ولا يستطيع توم المخاطرة بالانتظار لفترة أطول ويأخذ الكتاب ويأخذ فيدرز إلى مكان اجتماع بازسو ويعطيه الكتاب مقابل الترياق يكشف بازسو بعد ذلك أن الترياق مزيف ثم قام رجاله بإلقاء القبض على توم اكتشف ديانجلو أن الهوبغوبلر لا يأكلون الزهور بل الرخويات التي تعيش عليها عندما يحاول بازسو إطلاق النار على توم بسهم مسموم يحاول الريش إنقاذه لكنه يصاب بدلا من ذلك لحسن الحظ يأتي ثاندر الذي شفي والفرسان الآخرون لإنقاذه وهزموا بازسو ورجاله لكن بازسو يستدعي تيمبر جاك الخاص به لإنقاذه ويأخذ الكتاب معه يعالج ديانجلو الريش عن طريق إطعامها الرخويات من الزهور استخدم بازسو الرسوم التوضيحية الموجودة في الكتاب لالتقاط أوكتوفين من بحيرة في العالم العملاق يقاطع الفريق عمليته ويأمر بازسو رجاله بإسقاط أوكتوفين في الماء لإلهائهم بينما يحاول الفريق إنقاذ أوكتوفين يهرب بازسو ورجاله وعندما يحاول توم ملاحقته يفقد الآخرون قبضتهم على أوكتوفين ويسقط في البحيرة وهو لا يزال مقيداً تشير أليكس إلى أنه يمكنهم استخدام كرة الأعماق للغوص بعمق كاف لإنقاذ أوكتوفين يتم إنزال توم وجون وديانجلو في البحيرة وتمكنوا من الإمساك بحبال أوكتوفين ويرسلون إشارة لسحبهم للأعلى ولكن عجلة يوجين في سحب كرة الأعماق للأعلى ينتهي به الأمر بتعطل كرة الأعماق يكتشف توم وجود شيلفاير يسبح حولهم يصدم شيلفاير كرة الأعماق ويحاول يوجين وأليكس سحبهما إلى السطح لكن قرون شيلفاير تقطع حبل كرة الأعماق مما يؤدي إلى سقوط فريق توم والأكتوفين إلى قاع البحيرة يطلق أوكتوفين سحابة حبر لمنع شيلفاير من العثور عليهم يلقي ديانجلو باللوم على توم وجون لإجباره على عدم إخبار البالغين ويعترف توم بأن خطأه هو السماح لبازسو بالحصول على الكتاب في المقام الأول يقرر توم أن يحاول السباحة في الخارج لتحرير أوكتوفين يصبح توم في الخارج حاملا سكينا لقطع الحبال لكن شيلفاير يبدأ في الاقتراب وكاد أن يبتلع توم يطلق جون وديانجلو متفجرات كرة الأعماق لإجبار شيلفاير على الابتعاد تمكن توم من تحرير أوكتوفين لكنه لم يستطع حبس أنفاسه أكثر وهو على وشك الغرق يسدد أوكتوفين لطفه بإعادته إلى كرة الأعماق ويحاول سحب كرة الأعماق إلى السطح ومع ذلك فإن شيلفاير يهاجمهم ويتسبب في قيام أوكتوفين بإسقاط كرة الأعماق لحسن الحظ يجدهم ثاندر والتنانين الآخرون ويساعدون أوكتوفين في مطاردة شيلفاير وسحب كرة الأعماق إلى السطح ومع ذلك بينما يهرب الفريق بأمان تغرق كرة الأعماق ويعرض توم تحمل اللوم بدلا من ذلك يطلب منه ديانجلو أن يوضح للباليرين بشأن بازسو ويوافق توم على إخبارهم وعندما يعودون إلى آي كاريس يكتشفون أن المدينة تعرضت للهجوم والحرق من قبل بازسو وجاك يعلن بازسو أن كل شيء في العالم المخفي ملك له ويعطي تحذيرا بأنه سيهاجم بلا رحمة في حالة التعدي على مجاله بعد مغادرة بازسو يواجه الآباء فرسان التنانين بعدم إخبارهم عن بازسو ما رأيك في هذا الموسم؟ اكتبه في التعليقات أدناه وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك المزيد من ملخصات الأفلام إلى اللقاء